اشتركوا في القناة عبر الأقمار الصناعية في كل مكان سواء كانت محطات تلفزيون عالمية أو قنوات محلية لذا فقدان تلك الأقمار يتسبب في اضطراب فوري عالميا المجموعة التالية من الناس التي سوف تتأثر بهذا هي المسافرين جواً أو بحراً أو براً حين تفقد خدمات تحديد المواقع والملاحة والتوقيت حيث سيلجأ الطيارون والسائقون والقباطين لتحديد مواقعهم مستخدمين الأدوات اليدوية والخرائط جميع الرحلات الجوية والبرية والملاحية سيتم إيقافها مراقبوا الملاحة الجوية في تلك الأثناء سيواجهون مهمة صعبة لمنع الطائرات من التحطم خلال الساعات ستتوقف حركة المرور في معظم أنحاء العالم التأثيرات لن تكون محصورة على الترفيه والنقل جميع أنواع الألات كالتدفئة والتبريد وحتى خطوط الإنتاج تعتمد على أنظمة توقيت دقيقة للغاية معتمدة بالكامل على الأقمار الصناعية والعديد منها يكاد لا توجد لها أنظمة احتياطية تتوقف المزمنة بين إشارات المرور وأنظمة التحكم الأخرى للمرور مع بعضها لذا يتدخل رجال المرور ومواطنون صالحون للمساعدة في توجيه ما تبقى من السيارات لتجنب أكبر قدر من الحوادث أكثر الكوارث تأثيراً لم يحدث بعد حيث ينهار الاقتصاد العالمي خلال الساعات القليلة المقبلة أنظمة التوقيت الدقيقة جداً والمعتمدة على الأقمار الصناعية تلعب دوراً هاماً للغاية من تتبع حركات البطاقات الائتمانية وأسواق الأسهم وحتى الأنظمة التي تتابع حركات البيع والشراء العادية لن يتمكن الناس من سحب نقودهم أو تزديد المدفوعات الإلكترونية تتفكك خطوط التموين والإمداد للسلع الأساسية مثل الغذاء والدواء ما يعني أن الناس ستعتمد على الكميات المتاحة حالياً تعلين معظم الدول حالة الطوارئ ويتدخل الجيش للحفاظ على النظام وقد يستغرق ذلك وقتاً بما أن معظم أنظمة الملاحة والاتصالات ستكون خارج الخدمة فإن تسلسل القيادة العسكري سيكون في حالة فوضة كاملة سيعتمد الكثير من الجنود على وحداتهم التابعين لها فقط قادة الغواصات النووية ومراكز التحكم بالصواريخ سيتساءلون إن كان ما حدث هو نتيجة عدوان تعرضوا له ما هي نوعية القرارات التي سيتخذونها طبقاً للمعلومات المنقصة التي لديهم حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً ستعود حضارتنا عقوداً للوراء على الأقل بالرغم من أن الأقمار الصناعية تكنولوجياً حديثاً نسبياً إلا أنها سرعان ما حلت محل وسائل الاتصال البعيدة المدى التقليدية سمح دمج تقنية تحديد المواقع والإنترنت بتبادل إشارات شبه فورية يمكن مزمنتها في جميع أنحاء العالم العديد من الأنظمة التي نستخدمها يومياً صممت بالاعتماد على هذا المبدأ الرجوع لأنظمة الاتصال التي كانت مستخدمة في منتصف القرن العشرين لن يكون بالأمر الهيئ في الكثير من الأحيان حيث علينا إعادة بناء معظمها في حين أن السيناريو اختفاء الأقمار الصناعية المفاجئة في هذه التجربة غير مرجح مقوع إلا أنه يوجد سيناريو هان يمكن أن يؤديها للنتيجة ذاتها الأول هو عصيفة شمسية تكون قوية لدرجة أنها تتلف الكترونيات تلك الأقمار بما في ذلك الكثير من الأجهزة وشبكات الكهرباء حول العالم والثاني هو سلسلة من حوادث التصادم المدارية المتتالية بوجود حوالي سبعة آلاف وخمسمائة طن متري من المركبات الفضائية المهملة وصواريخ مستهلكة ومعدات مهملة تدور حول كوكبنا وبسرعة متوسطة تصل لغاية ستة وخمسين ألف كيلو مترا في الساعة يمكن للقطع الصغيرة أن تحدث ضررا بارغا حادث تصادم واحد يمكن أن ينتج عنه آلاف قطع الحطام الجديدة ما يؤدي إلى سلسلة من التفاعلات المتتالية الفضاء مكان شاسع لكن العديد من الآلاف من الأقمار الصناعية الموجودة في المدار تتشارك الطرق المدارية السريعة لتحقيق هدف صناعها وبما أن معظم الأجسام المرسلة للفضاء لم يتم وضع التخلص منها في الاعتبار عندما صممت أصبحت تلك الطرق السريعة مزدحمة أكثر وأكثر مع الوقت الغبر الجيد هو أنه يمكننا حماية أنفسنا بدراسة نظامنا الشمسي إيجاد خيارات احتياطية لشبكات الأقمار الصناعية والتعاون لتجنب أي مآس مدارية قد تحدث على مستوى كبير الفضاء الموجود على بعد كيلومترات فوقنا يشبه غاباتنا بشكل كبير التنوع البيولوجي للمحيطات والهواء النظيف إن لم نتعامل معه على أنه مظر قابل للنضوب قد نستيقظ يوما ما ونجد أننا فقدناه للأبد على استعداد لمواصلة التعلم شاهد مقاطع الفيديو هذه إما لتحدي ما تعتقد أنك تعرفه أو لمعرفة المزيد حول ما لا تعرفه اشترك وابقى فضوليا